اشتركوا في القناة وكما نشاهد في هذه التجربة التي تعرض عليكم يحدث تحو كيميائي بطيء نسميه بالتفاعل رقم واحد نلاحظ هنا أنه عند مزج المحلولين لا نلاحظ شيئا منفتا للانتباه لكن بمرور الزمن يظهر لون أصفر يزداد قتامة مع مرور الوقت وكما هو معروف في الكيمياء فإن ظهور أو اختفاء اللون دليل على ظهور أو اختفاء الشوارد هذه الشوارد نميزها أو نميز كل واحدة منها بلون خاص في هذه التجربة ظهور اللون الأصفر دليل على تشكل النوع الكيميائي 2 وازدياد قتامة هذا اللون تدريجيا تدل على أن تشكل 2 مستمرة في التزيد أو مستمر في التزيد حتى يصل إلى درجة معينة بالنسبة لمعادلة التفاعل المنمدج لهذا التحول وهي ما ندعوها بالمعادلة الإجمالية أو معادلة الأكسادة الإرجاعية لا نستطيع كتابتها مباشرة إلا إذا قمنا بكتابة المعادلتين النصفيتين للأكسادة والإرجاع لدينا هنا الثنائية الأولى 2 إناقص أو ثنائية مؤكسد مرجع 2 إناقص نبدأ بالنوع الكيميائي المتفاعل لهو إناقص ولا نبدأ بإثنين إناقص لأنها متفاعل إثنين ستكون هي الناتج فيقابلها في الطرف الثاني النوع الكيميائي 2 ونوازل معادلة متبعين الخطوات المعروفة والمدروسة في السنة ثانية ثانوي وهي أولا موازنة ذرة رئيسية ثانيا موازنة الأكسجين بـ H2O الخطوة الثالثة موازنة الهيدروجين ببروتونات H+, والخطوة الرابعة والأخيرة موازنة الشحنة فنتحصل على المعادلة النصفية الأولى 2 إناقص تساوي أو يقابل الفطر الثاني 2 زايد 2 إلكترون نفس الشيء بالنسبة للمعادلة الثانية H2O2 زايد 2 HZ زايد 2 إلكترون تعطينا كناتج 2 H2O ونختم بسياغة المعادلة الإجمالية بحيث نجمع طرفي المعادلة النصفية الأكسجين للإرجال طرفا إلى طرف فنتحصل على المعادلة الإجمالية وهي 2 إناقص زايد H2O2 زايد 2 HZ تساوي 2 زايد 2 H2O في الجزء الثاني نهدف إلى تعيين كمية مادة ثناء اليود الناتج في الوسط التفاعلي عند لحظة زمنيتي وهذا باستخدام تقنية المعايرة اللونية إذ سنأخذ عين من المزيج السابق ونعايرها بمحلول في كبريتات الصوديوم 2NZ زايد أسنين أو ثلاثة ثنين نقص عديم اللون ونسميه بالتفاعل رقم 2 شاهدوا معنا الشكل المحلول المعاير وهو في كبريتات الصوديوم يوضع في السحاحة والمحلول المعاير وهو ثناء اليود يوضع في كأس بيشر كما هو معروف تقنية المعايرة تهدف إلى تحديد التركيز المولي لأحد المتفاعلين أحد المتفاعلين معلوم التركيز والثاني مجهول التركيز وبالتالي عند تحديد التركيز المولي نستطيع تحديد كمية مادته نكتب معادرة التفاعل الحادث انطلاقا من المعادرتين النسفيتين للأكسداء والإرجاء المعادلة الأولى وهي المعادلة النسفية للأكسداء 2 أس 2 أو 3 أس 2 ناقص تساوي S أربعة أس 3 ناقص زي 2 إلكترون المعادلة النسفية للإرجاء إثنين زي 2 إلكترون تساوي 2 إناقص ومن هنا نستنتج معادلة الأكسر للإرجاء وهي إثنين زي 2 أس 2 أو 3 أس 3 ناقص تساوي 2 إناقص زي 2 أس 4 أس 2 ناقص نمر مباشرة إلى إنجاز جدول تقدم التفاعل رقم 2 كما نلاحظ في هذا الجدول توجد مرحلتين قد يحلل البعض كتابة المراحل الثلاث وهي الحال الابتدائية والانتقالية والنهائية أو التكافر في الحال الابتدائية توجد فقط المتفاعلات أو كيمية المادة الابتدائية المتفاعلات أما كمية مادة النواتج تكون سفر لا توجد نواتج في الحال الانتقالية تتناقص المتفاعلات وتظهر النواتج في الحال النهائية أو عند نقطة التكافر تصبح كمية مادة المتفاعلات معدومة تكون لدينا نواتج فقط وبالتالي يمكننا استنتاج قيمة التقدم العظمي Xmax نذكر عند التكافر يختفي كلا المتفاعلين أي تصبح كمية مادتهما في الحالة النهائية معدومة وبالتالي نجعل معادلتين الحالة النهائية معدومة وهم المعادلتين N2-XE نجعلها صفرية والمعادلة الثانية N2-2-2-0 من المعادلة الأولى نجد أن XE تساوي N2 والمعادلة الثانية XE تساوي 1S2 أتروى دو موى سير دو ومنه XE تساوي 1E2 وتساوي 1S2 أتروى دو موى سير دو من هذه العلاقة تصبح أو هذه العلاقة تصبح 1E2 تساوي C في VE على 2 لماذا C في VE؟ لأن S2 أتروى دو موى تساوي C في V VE اسمنا هنا VE وهو حجم التكافأ وهو الحجم اللازم سكبه من السحاها إلى كأس بيشر حتى حدوث التغيير لوني وهو ما يدعى به هذه نقطة يدعى بنقطة التكافأ قد يتسأل البعض عن كيفية معايرة النوع الكيميائي ثناء اليود في هذه التجربة وهو في حالة تطور مستمر أي ما زال يتشكل لذا وجب التنبيه لأنه قبل معايرة أي عينة يجب إيقاف التفاعل وذلك بإضافة الجليد إلى الوسط التفاعلي في الجزء الثالث من هذا العمل التطبيقي نشرح في العمل التجريبي الجد من خلال إجراء تجريبات المعايرة نبدأ بالمحاليل المستعملة المحلول الأول هو الماء الأكسجيني حجمه V1 سوي 50 مليلتر وتركيزه الموليسي 1 سوي 0.0 56 مول على لتر المحلول الثاني هو يود البوتاسيوم حجمه V2 سوي 50 مليلتر وتركيزه الموليسي 2.0.2 مول على لتر المحلول الثالث اللي هو حمد الكبريت المركز حجمه V1 سوي 1 مليلتر وتركيزه المولي 3 مول على لتر بالنسبة للوسائل المستعملة لدينا قرورة عيارية سعتها 50 مليلتر 10 أنابي باختبار سحاحة سعتها 25 مليلتر ماسة عيارية مدرجة سعتها 5 مليلتر وأخرى سعتها 1 مليلتر إجازة مص قمع حامل مخلاط مغناطيسي وميقاتية سنجري تجربتين التجربة الأولى نوزح 50 مليلتر من محلول الماء الأكسجيني بوسطة مصة عيارية سعة وخمسة مليلتر على 10 أنابي باختبار يعني حجم الماء الأكسجيني اللي هو 50 مليلتر نقسمه بالتساوي على 10 أنابي باختبار الخطوة الثانية نضيف لكل أمبوب قطارات من محلول حمض الكبريت المركز قطارات من حمض الكبريت المركز وفي لحظة T تساوي السفر متفاق عليها نسكب في كل واحد منهم أي في كل واحد من الأنابيب العشرة خمسة مليلتر من محلول أسنين ليود الفوتسيوم ونشغل ميقاتية يعني الإضافة للأنابيب في عشرة تتم في نفس الوقت سنلاحظ أن لون المزيج في الأنابيب العشرة سيصبح أصفرا ويزداد قتامة بمرور الوقت بنفس الدرجة بنفس الطريقة في الأنابيب العشرة في كل لحظة أولا استعمل الماصة العيارية لسحب حجم معين من المحلول مجهور التركيز وضحه في دورق نظيف ثانيا تحتاج أيضا إلى إضافة بعض القطارات من كشف ملون ثالثا املأ الصحاحة بالمحلول معلوم التركيز حتى تدريج السفر رابعا قم بفتح صنبور الصحاحة وابدأ عملية التقطير ببطع داخل الدورق خامسا قم بتحريك أو رجل الدورق حتى يمتزج المحلولاني جيدا أو استعمل المخلاط مغناطيسي سادسا أوقف عملية التقطير بإغلاق صنبور السحاحة عندما ينتهي التفاعل والتي تستدل عليها بتغير لون محلول المعاير في الدورق سابعا قم بتسجيل الحجم النهائي للمحلول الموجود في السحاحة والذي يعبر عن حجم المحلول المضاف إلى الدورق هذا الحجم يدعى بحجم التكافأ من أجل تحديد كمية مادة نائي اليود المتشكل عند لحظة زمنيتي نقوم بإجراء تجربة المعاير اللونية بحيث نملأ السحاحة بمحلول في كبريتات صوديوم معلوم تركيز حتى تدريجة صفر ثم نفرغ محتوى الأنبوب رقم واحد في كاس بيشر وعند لحظة زمنيتي واحد نقوم بتبريد العينة وذلك بإضافة قطعة جليد نبدأ عملية المعايرة فنلاحظ أن اللون الأصفر يتناقص تدريجيا وعندما يصبح خافتا نقوم بإيقاف المعايرة ونضيف كمية قليلة من سمغ النشاء فيصبح اللون أزرقا ثم نواصل عملية المعايرة حتى زوال هذا اللون وهذا دلالة على حدوث التكافؤ نسجل مباشرة حجم التكافؤ من السحاحة حيث حجم التكافؤ VE هو حجم محلوث يوكبريتات صوديوم المضاف لبلوغ نقطة التكافؤ نكرر هذه العملية مع بقية الأنبيب الأخرى في أزمنة مختلفة TE ثم نسجل في كل مرة قيمة VE بالعودة إلى التجربة السابقة والتي قمنا فيها بمزج حجم قدره 5 مليلتر من يود البوتاسيوم وحجم آخر قدره 5 مليلتر من الماء الأكسجيني في عشر أنبيب السؤال هنا وحسب كمية المادة الابتدائية AN0 لإي ناقص وAN0 لعشرين أو ثنين الموجود في كل عينة يعني الموجود في كل أنبو AN0 إمواء أي كمية المادة الابتدائية لليود لشريدة اليود تساوي C2 في V2 فتحة ما هي V2 فتحة هو خمسة مليلتر يعني حجم يود البوتاسيوم الذي قمنا ببضعه في الأنبوب هذه خمسة مليلتر كيف تحصلنا عليها؟ تحصلنا عليها بتقسيم الحجم الكلي اللي هو V2 كم من مرة؟ عشر مرات خمسين مليلتر قسمناها عشر مرات كل أنبوب كانت فيه خمسة مليلتر وبالتالي V2 فتحة تساوي ماذا؟ تساوي V2 على عشرة يعني تساوي خمسين على عشرة وتساوي خمسة مليلتر ومنه نطبق القانون AN0 إمواء تساوي C2 في V2 فتحة وتساوي C2 في V2 على عشرة وتساوي 0.2 في خمسين في عشرة قوة نقص ثلاثة على عشرة وتساوي عشرة قوة نقص ثلاثة مول وتساوي واحد مليمول نفس الشيء بالنسبة للماء الأكسجيني AN0 28 تساوي C1 في V1 فتحة حيث V1 فتحة ما هو؟ وحجم الماء الأكسجيني الذي قمنا بإضافته إلى كل أنبوب كان الحجم الكلي خمسين مليلتر قسمناه على عشرة أنابيب فأصبح في كل أنبوب خمسة مليلتر وبالتالي V1 فتحة يساوي V1 على عشرة يعني خمسين على عشرة يصبح خمسة مليلتر من الماء الأكسجيني في كل أنبوب وبالتالي AN0 28 تساوي C1 في V1 فتحة وتساوي C1 في V1 على عشرة وتساوي 2.8 في عشرة قوة نقص 4 مول على اللتر أو عفوا مول وتساوي 0.20 ملي مول نقوم الآن بإنشاء جدول تقدم تفاعل لرقم واحد وهو تفاعل حادث بين الماء الأكسجيني ويود البوتاسيوم لاحظ معنا الجدول في المرحلة الابتدائية أو الحالة الابتدائية لدينا كميات المادة الابتدائية للمتفاعلات ولا تظهر النواتج في الحالة الانتقالية تبدأ المتفاعلات في التناقص وتظهر النواتج نمر إلى التجربة رقم 2 وهي تجربة المعايرة التي قمنا فيها بمعايرة عينات مختلفة كانت متواجدة في الأنابيب من 1 إلى 10 لكن خلال لحظات زمنية مختلفة مثلا في اللحظة الزمنية T1 التي قمنا بتسجيلها في الجدول هي 60 ثانية عندما قمنا بمعايرة هذه العينا وجدنا أن حجم التكافؤ هو 2.2 ملي لتر عند اللحظة الزمنية T2 قمنا بإيقاف تفاعل في العين الثانية يعني العين التي كانت متواجدة في الأنبوب رقم 2 قمنا بمعايرتها ثم سجلنا حجم التكافؤ فوجدناه 4.8 ملي لتر وهكذا كررنا التجربة مع الأنابيب العشرة وسجلنا حجم التكافؤ الموافق لكل لحظة زمنية نقوم الآن بحساب كمية مادة كل فرد من الأفراد الكيميائية المتواجدة في العين التي حجمها 10 ملي لتر عند اللحظة الزمنية T3 تساوي 360 ثانية باستغلال نتائج التي تحصلنا عليها في الجدوى السابق نجد أنه عند اللحظة الزمنية T تساوي 360 ثانية حجم التكافؤ هو 7.5 ملي لتر نعلم أنه عند التكافؤ تتحقق علاقة شهيرة وهي N المتفاعل أول على معامله استوكيومتري تساوي N المتفاعل الثاني على معامله استوكيومتري معادلة التفاعل معايرة التي لدينا هي 2 زي 2 أسنين أو ثلاثة ثنين نقص تساوي 2 إ نقص زي 2 أس ربعة أسة ثنين نقص المتفاعل الأول 2 معامله استوكيومتري 1 والمتفاعل الثاني 2 أسنين أو ثلاثة ثنين نقص معامله استوكيومتري 2 وبالتالي العلاقة التي تتحقق عن التكافؤ هي N 2 على 1 تساوي N 2 أو ثلاثة ثنين نقص ومنه N 2 تساوي C في VU على 2 حيث C في VU ما هي إلا N 2 أو ثلاثة ثنين نقص وتساوي 0.04 في 7.5 في عشر قوة نقص ثلاثة على إثنان وتساوي 0.15 في عشر قوة نقص ثلاثة مول وتساوي 0.15 ميلي مول وهي كمية مادة إثنين المتواجدة في عين حجمها 10 ميلي لتر من أجل تحديد كمية مادة إثنين المتواجدة في وسط تفاعلي حجمه 100 ميلي لتر نقوم بضرب كمية مادة إثنين المتواجدة في عين حجمها 10 ميلي لتر في عشر مرات ولهذا N 2 في وسط تفاعلي الذي حجمه 100 ميلي لتر تساوي 0.15 ميلي مول في عشرة وتصبح 1.5 ميلي مول وهي كمية مادة إثنين المتواجدة في وسط تفاعلي حجمه 100 ميلي لتر نستطيع الآن تحديد كمية مادة باقي الأفراد الكيميائية بالاعتماد على جدول تقدم التفاعل واحد لحظ معي من جدول التقدم N 2 تساوي X N 2 2 تساوي N 0 2 2 ناقص X حيث N 0 هي كمية مادة N 2 2 الابتدائية كنا في سؤال سابق وجدنا أن N 0 2 2 الابتدائية في العينة التي حجمها 100 ميلي لتر هي 0.28 لكن N 0 2 2 في الوسط التفاعلي الذي حجمه 100 ميلي لتر كم تساوي؟ هي 0.28 في عشرة فتصبح 0.28 في عشرة ناقص X حيث قيمة X هي 1.5 ميلي مول لأنها X تساوي N 2 1.5 ميلي مول وتساوي النتيجة إذن هي 1.3 ميلي مول بالنسبة لـ N E ناقص تساوي N 0 E ناقص ناقص 2 X N 0 E ناقص هي 1 ميلي مول نضربها في عشرة حتى تعطينا كمية المادة لـ E ناقص في الوسط التفاعلي الذي حجمه 100 ميلي لتر ناقص 1.5 في 2 وتساوي نتيجة هي 7 ميلي مول وهي كمية المادة 2 المتواجدة في الوسط التفاعلي الذي حجمه 8 ميلي لتر وليس 10 ميلي لتر يمكننا كذلك تحديد كمية مادة كل فرد من الأفراد الكيميائية المتواجدة في الوسط التفاعلي الذي حجمه 100 ميلي لتر في باقي اللحظات الزمنية متبعين نفس الخطوات السابقة فنتحصل على الجدول المقابل باستغلال هذا الجدول أصبح بإمكاننا رسم المنحانيات البيانية الممثلة لتغيورات كمية مادة كل فرد من الأفراد الكيميائية بداية الزمن البيان الأول يمثل تغيورات كمية مادة 2 بداية الزمن وهو منحانة متزايد لأن 2 ناتج بالنسبة للبيان الثاني يمثل تغيورات كمية مادة 2 أو 2 بداية الزمن وإي ناقص بداية الزمن وهو منحانيان متناقصة شكرا